يمكن كانت النتائج كلها خارج التوقعات خصوصا مباراة مانشستر رونايتد وقاتليتكو مدريد. بسبب الحالة اللي عليها قاتليتكو مدريد الموسم ده طبعا هو فرق بطل أسبانيا وبمثل أسبانيا في أوروبا. زي ما احنا عارفين أن دياجو سيميوني مدرب ممتاز جدا في المنشاطة الإقصائية أو مباراة خروج المغلوب. على عكس الدوري السنائي دي أتليتكو مدريد. رغم أنه متعادل على أرضه. يعني نتيجة برضو نوعا ما ما تطمينش. لكن يمكن بعد شوية بعد الحتة اللي مالغوا الهدف بهدفين. بقت الحصوص المتساوية منشستر رونايتد نازل في ملعبه ومطالب بالتسجيل. بره زي جوة يعني. أهلا أنه كان مطالب بالتسجيل. لو النتيجة واحد واحد في القانون القديم منشستر رونايتد مش هيبه مطالب بالتسجيل على ملعبه. فممكن ما يفتحش خطوطه بالشكل اللي احنا شفنا عليه الملعب. لكن نرجع تاني لديجو سيميوني هو مدرب ممتاز جدا في المباراة دي. وبيعرف كويس يتعب الفرق الكبيرة. وشوفنا مبارح ضد منشستر رونايتد. إزاي إن بيلعب بالحداشر لعيب كلهم وراء الكورة من بداية المباراة الأخيرها. ويمكن المنظومة الدفاعية بتاعته ما اختلتش. ومنشستر رونايتد تساوى بفرق زي أساسونا ورايفا. كانوا الفرقتين اللي ما قدروا يسجل عليهم أتليتكو مدريد خارج أرضه. فسيميوني لعب مباراة دفاعية بشكل ممتاز جدا. على عكس منشستر رونايتد اللي كان فيه مبالغة جدا في خروج خط الدفاع للأمام. وكانت شوفنا في لقطة الهدفين اللي جم فيه هدف تلغى في الشوت الأول. والهدف الثاني كان فيه تقدم زيادة عن اللزوم. يمكن تفكرنا بتفعى ليفربول الحالي مع يورجان تلوفوال هاي لاين المعمول من مجوار اللي هو المدافع. البطيء شوية في الارتداد. فلو بطيء كتير جدا. وأخطاءه أنا بستغرب الحقيقة يعني صفقة بالنسبة لي علامة استفهام كبيرة جدا. ده مشكلة بالمشاكل منشستر رونايتد في الصفقات والتعاقضات اللي كانت خاطئة منها مجوار. فأنت عندك مدافع بطيء جدا بالشكل ده. ما ينفعش تلعب هاي لاين والدفاع متقدم. لأن لو خرج في كورة وتلعبت هجمة تمريرة من وراه مش هيقدر يرجع يرد. ولو رجعنا تاني لقطة الهدف هنلاقيها كربونا من أخطاء مجوار بيتقدم بشكل مبالغ فيه. بيرجع تداد بطيء جدا بيضطر فران ودالت يغطوا مكانه فبتفتح مساحات كبيرة. رينان لودي بيجيب هدف هو زهير أيصر بيجيب هدف من رأسية داخل المنطقة السلطة. طبعا ده يعني مهازل دفاعية في مانشستر يونايتد. بوس أنا طبعا مع جدا جدا الكرة الهجومية. يعني أنا ما بيحبش المطشط المقفولة والفرق اللي بتلجأ للدفاع. أحب إن كل واحد يلعب جيم مفتوح وتبقى فيها. لكن الحقيقة مبارح أنا استمتعت بالكرة الدفاعية اللي بيقدمها ديجوي سيميوني مع قتلتكو مادريد. طبعا. يعني إذا حد عايز يعرف إزاي تدافع بفن. إزاي تدافع بجماعية بفهم. بتكتيك إزاي تطلع من حالة الدفاع للهجوم. تتفرج على مطش مبارح وتتعلم كتير قوي من قتلتكو مادريد. استحضرني جدا تصريح لكيران تريبي. اللعب السابق في قتلتكو مادريد اللي انتقل لنيو كاسل كان خارج قبل المباراة كان في البي بي سي كان عامل معه حوار. قال إن ديجوي سيميوني مدرب مهووس بكرة القدم. بيكلمني وأنا نايم بالليل في الفجر ويكلمني على كرة القدم ويقول لي أنا مطلوب مني عمل إيه بكرة. وقالوا طبعا. ما نيجي ونتقابل في الملعب لا بيتصل بيه الفجر وهو صاح الفجر بيفكر في المباراة. فده يدل لك قد إيه هو مدرب فعلا مهووس بكرة القدم ويقول لك أنه هو على الخطوط في المباراة زي بالزبط زي الحماس الموجود عليه في التدريبات. فهو مدرب. تتوقع ديجوي سيميوني لموسم الجاهي يكون في نادي تاني غير أتلتكو مادريد؟ والله فيه كده نبرة بتقول أنه هو خلاص يعني فيه تشبه شوية ما بين اللعيبة في أتلتكو مادريد وأفكار سيميوني. وخصوصا أنه هو حاليا أغلى مدرب موجود على مستوى العالم ب43 مليون في السنة حتى أغلى من جوارديولا. وزي ما قلنا قبل كده أتلتكو مادريد بيستثمر في المدرب ما بيستثمرش في اللعيب. يعني هو المشروع دايما في الفرق ممكن على لعيبة أو مدرب. لكن أتلتكو مادريد بالنسبة له المشروع هو مشروع ديجوي سيميوني. اللي بيقدر بفرقة نقدر نقول ما بتنفس كسكواد برشلونة وريال مادريد. لكن قدر يأخذ منهم اتنين لقب دوري وقدر يحط أتلتكو مادريد على مدار عشر سنوات في القمة. وزي ما هو قال في المؤتمر الصحف أن أتلتكو مادريد موجود ضمن أفضل ثمن فرق في أوروبا. ماتش عاكس وبالنسبة لك وبينفيكا كان نتيجة مقبولة ولا كانت برضو مفاجأة زي المباراة الأولى؟ مفاجأة كبيرة إحنا لو سحضرنا لو عرضنا الإحصائيات بتاعة المباراة والغينا أسماء الفرقتين. مستحيل أن نقول أن الفرقة الإحصائياتها ب 16 تصويبها على المرمى مثلا هي الخسرة. مقابل الفرقة الثانية أربعة تصويبات. طب ما تيجي نشوف المقارنة في المطشين ونشوف الأرقام بيعكسوا النتيجة التي انتهت لها المطشين أو لا؟ لا خالص في المطشين الأرقام ما بتعكسها. نبتدي باليونيتد وقتلتكو مادريد. طبعا قتلتكو مادريد فاز بهدف دون رد الاستحوال 60% للمشاستر يونيتد. طبعا كان متواقع أن ديجو سيميون يسيب الكرة للخصم لأنه بيدافع زي ما قلنا بال11 لعيب وراء الكرة. التصويبات على المرمى 11 من منشستر يونيتد. خمس تصويبات منهم بس على المرمى. مقابل ثم تصويبات لأتليكو مادريد ثلاثة منهم على المرمى. إنقاذ الحراس اثنين منهم خمسة الأوبلاك وتصديات عظيمة جدا. عملاق يعني أوبلاك. عملاق. كان يدور كبير جدا. يمكن هو المستوى مهتز شوية الموسم ده لكن كان في المباراة مبارح من أهم أسباب الفوز. تمريرات طبعا نسبة 83% من منشستر يونيتد 74% لأتليكو مادريد. عدد التمريرات قليل جدا من جانب أتليكو مادريد مقارنة بمنشستر يونيتد. فيه أكتر 150 تمرير فرق المراوغات 64% مراوغات نكحة لمنشستر يونيتد وانقابل 71%. العرضيات 13% عرضيات وده رقم قليل جدا جدا من منشستر يونيتد 3 عرضيات بس اللي نكحين لمنشستر يونيتد من 23 عرضية. مقابل 63% نجاح لأتليكو مادريد منهم العرضية اللي دخل منها الهدف. الركنيات 5 لمنشستر يونيتد بلا إيست إسمار مقابل 2 لأتليكو مادريد.